تستند جماعة الحوثي في اليمن إلى قوة جوية وصاروخية أسهمت في تطويرها عدة دول على مدار سنوات اللافت في هذه القوة الجوية هي الصواريخ الباليستية طويلة المدى التي ظهرت بكثرة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر العام الفائت على سبيل المثال دشنت الجماعة صاروخا باليستيا يدعى طوفان يمتد مدىه بين 1350 كم حتى 1900 كم وفق خبراء لا يعد هذا الصاروخ سوى نسخة مطورة من الصاروخ الإيراني قدر الذي يصل مدىه إلى مثل مدى النسخة اليمنية لدى جماعة الحوثي كذلك صاروخ باليستي آخر يدعى قدس وهو من طراز كروز طورت الجماعة اليمنية نسخا منه مثل قدس 2 و3 و4 ويصل مدىها إلى نحو 2000 كم وهذا الصاروخ يراه خبراء شبيها بصاروخ روسي ولكنه معدل للتعامل مع أنظمة الأقمار الصناعية بشكل أكثر ذكاء تمتلك كذلك جماعة الحوثي صاروخ بركان ثلاثة وهو صاروخ باليستي بعيد المدى يصل إلى نحو 1200 كم أما الطائرات المسيرة الانتحارية فباتت قوى ضاربة لدى الحوثيين وتعتبد عليها الجماعة في معظم هجماتها التي وقعت في مياه البحر الأحمر أبرزها المسيرة التي تحمل اسم سمود ثلاثة الانتحارية يتروح مدها من 1200 كم حتى 1500 كم كذلك لدى الحوثيين طائرة مسيرة أخرى تدعى وعيد وهي شبيهة بطائرة شاهد 136 الإيرانية يصل مداها أيضا إلى نحو 2500 كم تساهم في صناعة القوى الجوية هذه لدى جماعة الحوثي عدة دول من بينها إيران بطبيعة الحال الصين كوريا الشمالية أيضا بحسب تقارير وتحقيقات أيضا أكدتها الأمم المتحدة مرارا إذن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة اللواء محمد عبدالواحد الخبير في شؤون الأمن القومي سيادة لواء أهلا بك معنا إذن تكثر الأساطيل البحرية سيادة لواء العسكرية الأوروبية والأمريكية البريطانية في مياه الشرق الأوسط لكن أيضا في المقابل هجمات الحوثيين لم تتوقف ما السبب؟ هذا السؤال مكرر ولكن نريد أن نفهم بعد كل هذا الوقت ومع كل هذه العمليات لماذا لم تتوقف الضربات الحوثية؟ هل هناك خلل أم أن هذه العمليات بشكل عام يعني يأخذها وقت أطول لكي تظهر نتائجها؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام على الرغم من أن ضربات الحوثية ضربات رمزية محدودة يعني كافة الأسلحة التي حضرتك شرحتيها ليست ذات قوة تفجيرية عالية ليست أسلحة استراتيجية ولكنها مؤثرة للغاية لأنها تصيب أهداف بطريقة مباشرة فتسبب إربات أو إزعاج هذه العمليات الحوثية ليست تأثيرها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بالمفهوم الجغرافي لكن بالمفهوم الجيوسياسي هي بتصل إلى كل الأماكن المتأثرة والتي تؤثر في البحر الأحمر يعني كل السفن الشحن اللي بتتجه إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا من خلال البحر الأحمر فيها تأثرت بشكل كبير ده جزء الثاني الأسلحة المستخدمة من قبل الحوثي زي ما قلنا أسلحة رمزية أسعارها بسيطة حتى الطائرات المسيارة لا يزيد تكلفتها عن 20 ألف دولار بتتروح من 5000 دولار ل20 ألف دولار لكن أنا ممكن أطلق عليها ساروخ بيتكلف مليون و300 ألف زي الساروخ سي فيبر اللي بينطلق من المدمرة البريطانية اللي أصابت أكثر من مرة طائرة مسيارة زاهدة التكاليف لكن هنا السؤال المهم لماذا هذه كل الحشود العسكرية ولماذا لا يتم القضاء على الحوثي قضاء نهائي هي ده المشكلة أولا الأوليات المتحدة الأمريكية لا تريد القضاء على الحوثي قضاء نهائي هي قواعد اشتباك بيتم التعامل معها لأن وجود الحوثي بيد شرعية لتواجد القوات الأمريكية كما أن العملية نستطيع أن ننهيها بالكامل ويرجع البحر الأحمر في أمان إذا توقفت العمليات العسكرية في غزة لكن الولايات المتحدة الأمريكية الحية استطاعت خلال الفترة السابقة من فصل ملف غزلة عن ملف البحر الأحمر تماما وبدأنا الحديث عن ملف البحر الأحمر وفي حلقة سابقة تحدثنا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تخلق الأزمة ثم تعظم من هذه الأزمة ثم تجعلها أزمة دولية تهدد السلم والأمن الدولي يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة في حالة الفوضى الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن وبالتالي هي من حردت شركات مارسك والشركات الأخرى لأخذ اتجاهات أخرى حتى تعظم من هذه الأزمة وتقف وتعسكر في هذه المنطقة هل تريد التصعيد مع إيران برأيك الولايات المتحدة في البحر الأحمر دكتور يعني بسمح لي أن أعود وأذكر أنه إيران تعتزم أيضا بالمقابل تكثيف دورياتها في البحر الأحمر لتأمين ناقلات النفط والسفن الخاصة بها وفقا طبعا لتصريحات هل قواعد الاشتباك واضحة في البحر الأحمر أم أننا أمام سيناريو يشبه حرب الناقلات التي تبعناها بين 1980 و 1988 خلال الحرب العراقية الإيرانية وقتها والتي خرجت عن السيطرة لعدد كبير من السنوات هل نحن أمام هذا السيناريو؟ ربما يكون أحد السيناريوهات ولكن أنا لا أعول عليه كثيرا لأن هناك قواعد الاشتباك ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية لا تصل إلى هذا الحد الولايات إيران نجحت نجاح كبير أنها تستخدم الجبهة اليمنية لنقل الصراع من خليج العربي إلى منطقة اليمن بعيدا عنها فهي نجحت تماما على الرغم من استقلالية الحوثي عن إيران ظاهريا وعقائديا لكن هو مرتبط ارتباط وصيق فكل التسليح وكل الدعم اللوجست والمالي كله من خلال إيران إيران لا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ومواجهة مباشرة ولكن يتم المواجهة من خلال أزرعها المسلحة في المنطقة لكن أنا رأيي أن أكثر دولة متضررة من هذه الحشود العسكرية في المنطقة هي الصين وليست إيران الصين بتعتمد على 85% من اقتصادها على الاقتصاد الأزرق يعني اقتصاد البحار والمحيطات وبالتالي أمريكا بتحاول أن تربك التجارة الصينية سيطرتها على هذا الممر المائي اللي بيعتبر واحد من أهم الممرات المائية في العالم يعتبر رقم ثلاثة بعد بأي ماذا يؤثر على مبادرة الحزام والطريق؟ طبعا الحزام والطريق أفندم ده كان بديل إيران استشعرت الخطر عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على بحر الصين الجنوبي والتحالف مع دول بحر الصين الجنوبي وبدأت إيران الصين من أكتر دول العالم استهلاكا للطاقة وبالتالي بدأت تتوتر من عدم وصول الطاقة إليها ولذلك فقرت في عمل بدائل أخرى حتى لا يتم السيطرة على أو حتى إذا تم السيطرة على المضائق البحرية يبقى عندها بدائل منهم الحزام والطريق ومنهم المواني الأخرى التي ساهمت فيها وساهمت في إنشاءها وتشغيلها وهناك أساليب أخرى بديلة الصين استخدمتها حتى تكون عوضا عن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المضائق بالأمس صدر انطلقت بالأمس من الاتحاد الأوروبي قوة أخرى قوة سبايدس القوة الأوروبية لماذا هذه القوة في هذا التوقيت؟ على الرغم حضرتك من أن في مهمتين أوروبيتين في نفس المنطقة يعني مهمة اسمها أطلنطا ودي لمكافحة القرصنة ومهمة أجنور اللي هي موجودة في الخليج العربي لتسيطرة على مديك هورموس المهمة التي يعني الحقيقة انطلقت أمس مهمها بقى بصوا حضرية اكتلاع مهمها البحر الأحمر باب المندب خليج عدن حتى مضيق هورموس طب ليه كل هذه القوات لماذا لا تندمج تحت أي من المهمتين الأخرى على الأقل مهمة أطلنطا لا سيما أن لا توجد كرصنة في هذا التوقيت فلماذا لا تقوم مهمة أطلنطا بهذا؟ هذا مخطط له التواجد في الأماكن هذه الأماكن والسيطرة عليها والعسكرة هذا الموضوع مشابه تماما لفترة القرصنة مكافحة القرصنة تم تشكيل جيوش كبيرة جدا وكلها بأسماء مختلفة يعني حضرتك هتلاقي حطوا النيتو موجود في خليج عدن لتأمين المساعدات الإنسانية في السمار مكافحة الإرهاب في جبوتي 16 دولة لمكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا ثم ومهمها السلاسة اللي هي تسك فورس 150 151 152 153 في البحر الأحمر يعني حجم التجييش في المنطقة مرتفع للغاية وكأن هذه التمثيلية بيتم إعدادها الحوثي يتحرك في نطاق جغرافي معين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتوظف هذا التحرك لخدمة مصالح سواء خدمة مصالحها داخل اليمن هي لها مصالح في اليمن في أماكن استراتيجية في المحافظات الجنوبية والشرقية أو مصالحها بالتواجد والسيطرة على هذا المضيق لخم واضح تجارة الصين نعم شكرا جزيلا لك سيادة لواء على هذه الإحاطة المهمة حقيقة لواء محمد عبدالواحد الخبير في شؤون الأند القومي شكرا لوجود المعنى